الخامس فيه ثلاث فقرات الفقر الأولى بين جبريان إذا كانت الدولة Fx اللي هي H circle G يعني H تركيب G هي دولة زوجية أم فردية أو ليست أي من هما يعني كان السؤال سؤالين في البداية نقوم بتركيب الدولتين وبعدين نتحقق هالدولة زوجية أم فردية أم ليست كلهما طبعا في البداية راح أوجد H circle G طبعا H circle G تساوي H ما بين قاسين G يعني أنا راح أدخل الدولة G داخل الدولة H فراح أكتب الدولة H اللي هي اثنين أحط قاس طبعا عندي H circle G يعني راح أحط الدولة H اللي هي اثنين اكس تكعيب ناقص اكزاد واحد راح أحط داخلها ثلاثة اكس تربية فراح أحط اه اثنين قوس اكس تكعيب ناقص أشيد كل اكس راح أحط ما كان مثلا في البداية اه قوس راح أحط داخل كل قوس طبعا G الدولة G الدولة G هي ثلاثة اكس تربية فراح أحط هنا ثلاثة اكس تربية ايضا هنا ثلاثة اكس تربية وأبسط الدولة هادي اثنين في اه ثلاثة اكس تربية كل تكعيب ثلاثة تكعيب تعطيني 27 اه اكس تربية تكعيب معناته نضرب الأسس يعطيني اكس ستة ناقص ثلاثة اكس تربية زايدا واحد الناتج راح يصير اثنين في سبعة وعشرين راح يطيني اه اربعة وخمسين اكس والستة ناقص ثلاثة اكس تربية زايدا واحد طبعا هذا الدولة هي اه اسميها الدولة F اللي هي اتش ساكل جي هالا الدولة زوجية ام فردية عشان اتأكد انه زوجية ام فردية راح اوجد اف صالب اكس اف صالب اكس معناته ان انا اعاوض عن كل اكس بصالب اكس فهرح احط هنا صالب اكس اكس الستة ناقص ثلاثة صالب اكس تربية زايدا واحد طبعا هني الاسس زوجية وداخل السالب معناته السالب بروح فراح يصير عند خمسين اكس والستة ناقص ناقص اللي باعه اللي داخل طبعا بتسر بالموجب ايضا زائدا واحد طبعا هذه هي الدالة هي نفسها لاحظوا ان الدالة هذه هي نفسها هذا الدالة فبالتالي اف صالب اكس تساوي تساوي اف اف اكس فبما ان اف صالب اكس اه تساوي اف اف اكس ايضا نستنتج ان الدالة اه اف هي دالة زوجية فهذا بالنسبة للمطلوب الاول المطلوب الثاني اذا كانت اف دالة زوجية طبعا هذا السؤال ما لا علاقة بالسؤال اللي قابله اه مفترض انه يقول هو ان اه السؤال الثاني هذا بس اه نكمل السؤال اف دالة زوجية اذا كان الليمت يساوي اند اند ما لا نهاية تساوي ما لا نهاية فاوجد الليمت اند اكس سالبها طبعا احنا متعلمين في الدالة الزوجية اذا كانت الدالة زوجية معناتها ان السلوك الطرفين راح يكون نفسه فهذه راح تعطيهن ايضا انفينيتي اه تبرير الاجابة اي تبرير الاجابة بما معناه اه هو صح فحل ممكن نقول لانه سلوك طرفي الدالة الزوجية هو هو نفسه فاذا سلوك الطرفي الدالة هو نفسه في الدالة الزوجية معناتها عند المالة نهاية راح يكون مالة نهاية وعند السؤال مالة نهاية اه راح يكون ايضا اه موجب مالة نهاية فسلوك طرفي الدالة الزوجية بكون هو نفسه يعني اذا كان راح لفوق ايضا عند السالب المعنى ايضا بيروح الى فوق فهذا ممكن نقول تبعير صحيح المطلوب الثالث او تكتفي او ممكن نكتب شنو بعض او لان ممكن نقول F سالب X في الدالة الزوجية يساوي F of X فاذا احنا عوضنا عن X بسالب ما لا نهاية او X بما لا نهاية هي نفسها بتعطينا موجب ما لا نهاية ممكن هذي ايضا يكون تبريغ ثاني يعني احنا احنا عوضنا عن سالب ما لا نهاية ايضا بيعطينا نفس الشيان اذا كان انفينيتي فهو ايضا هني بيعطينا ايضا انفينيتي فهذا ايضا ممكن نقول تبريغ ثاني هو نفسه طبعا للدالة الزوجية السال الثالث او المطلوب الثالث صف التحويلات الهندسية التي يمكن يجراؤها على F X او جذر X للحصول على الدالة G التي يمر من حناها في سالب اثنين و سالب ستة طبعا هذا طبعا سؤال مفتوح هو يبغي التحويلات الهندسية طبعا سالب اثنين و سالب ستة يعني تخيل ياي لو كان عندي سالب اثنين و سالب ستة مني مثلا تخيل هذه دالة جذرية مشات شدي مثلا و قال يا مر منحناها انا لو اعتبعت ان منحناها هو نقطة البداية او القيمة العظمى و المحلية محلية قد يقول لي غلط فانا ممكن اقول هاي صالب اثنين و سالب ستة في ازاحة اثنين وحدتين لليسار و ست وحدات للأسفل و ست وحدات للأسفل فهذه تحويلات الهندسية طبعا يبغي التدال لتمثل G طبعا الدالة تمثل G هي جذر X طبعا اذا كانت هني سالب اثنين راح تصير هني طبعا بالعكس زال اثنين وهني راح يكون بنفس الاشارة يعني ناقص ستة فهذه حل آخر للسؤال لو افترضت ان الدالة لو افترضنا الدالة هي طبعا دالة جذرية فلو افترضت ان ما فيها توسع قلت H ناقصا X H زائد K اللي هي الصورة العامة طبعا انا ممكن الدالة تمثل طبعا بسالب اثنين بسالب ستة فانا راح اعوض عن الاكس بسالب اثنين والواي بسالب ستة يعني راح يعطيني الجي اكس بسالب ستة فراح اقول سالب ستة تساوي جذر الاكس طبعا عندي هني سالب اثنين فبتصير سالب اثنين ناقص H زائدا K انا ممكن الحين اتحكم بال H وال K على كيفي بس بحيث ان يعطيني معادلة صحيحة مثلا انا ممكن افترض مثلا ال K افترضها مثلا لو افترضت ان ال K تساوي مثلا لو قلنا اثنين او ما نخليها اثنين طبعا نتأكد احنا ان ال K احنا راح ننقلها هني راح نخليها قيمة سالبة عشان اذا قلتها هني تعطيني قيمة موجبة فلو اخترتها ثمانية مثلا ال K بثمانية فشنو راح يصير راح يصير لنا صالب ستة تساوي جذر صالب اثنين ناقص H زائد ثمانية او خلوها ناقص ثمانية عفوا ناقص ثمانية زين هادي لو افترضنا ان هي صالب ثمانية فلو نقلتها بتصير بالموجب عشان نصير بعدين منه ثمانية ناقص ثمانية يصير سالب اثنين ناقص H فعشان أحل هذه المعادلة أحل صار الجذر التربيعي يساوي 2 إذن لو ربعت الطرفين راح يعطيني 4 تساوي 2 أو سالب 2 ناقصا H أحل هذه المعادلة أنقل H هنا وأنقل 4 هنا فرح يعطيني H تساوي سالب 2 سالب 4 فإذن H بسالب 6 فبالتالي أستنتج أن G of X تساوي جذر X طبعا نحن تشامل H سالب 6 فبتصير ناقص ناقص 6 عن زائل 6 ولكيف تردناها كام الكيف تردناها سالب 8 فهني سالب 8 تأكد إياي أن لو عوط بسالب 2 لو عوطت هني بسالب 2 6 ناقص عن 2 4 فبتصير 2 لنجذر الأربعة 2 2 ناقص ثمانة ساو كام ساو سالب 6 أيضا النقطة تمر بالمنحنة أو المنحنة يمر بالنقطة فهذه أيضا قاعدة ثانية للدالة ونكتب الإزاحات 6 وحدات طبعا هذه هو بالتحويلات 6 وحدات لليسار وثمان وحدات للأسفل فهذا أيضا حل آخر إذن في حلول لا نهائية يعني ممكن واحد يطلع أكثر من حل هذا السؤال بافتراض قيم لـ أو لـ فهذا طبعا سؤال مفتوح فهذا إما أن تحلون بالحل السهل أن تعتبرون الصالب 2 والصالب 6 هي قيمة العظمى والصغر يعني مباشرة أو نحل بهذا الطريق أن نفترض بقيام لـ حول ترجمة نانسي ق Pa hollow بالمال